لا تقولي لي أشطوطة ولا تريلاتشي تعالي بينا نعمل مع بعض النهاردة كيكة خطيرة هتاكلي صابعك وراها وسهلة وبسيطة وفي نص ساعة بس تعالوا بينا يلا نشوف هنعمل ايه في الكيك بتاعتنا النهاردة نشوف المقادير وما تنسوش توصلوا الفيديو لتلاتين الف لايك تعالي بينا بقع عندي كوباية من الدقيق كوباية من الحليب كوباية لربع سكر كوباية لربع زيت هحتاج كمان ربع كوباية من اللبن البودر ومعلقة من الفانيليا باكت بيكنج باودر وكمان اتنين باكت من كريم كرامل دريم بداية كده أنا هحط الحليب في الخلاط ومعاه السكر هضيف كمان الزيت وتعالي بينا نحط ربع كوباية من الحليب الباودر واتنين باكت من كريم كرامل دريم نغطي ويلا بينا بقى نضرب المكونات دي مع بعض كويس جدا بعد ما ضربناها يلا بينا نشيل منها كوباية ونخليها على جنب بصي قوام عامل ازاي قوام تقيل طحفة بقية المقدار هحط عليه اتنين بيضة وكمان الفانيليا ونضربهم تاني كويس جدا مع بعض هيل بقى كده عندي قوام سايل بالشكل ده طبق قوية هحط فيه كوباية من الديق المنخول وهحط فيه باكينج باودر انا استخدمت دريم طحفة بيخلي الكيك هش جدا زرة ملح نقلبهم مع بعض ويلا ننزل بالخليط السايل طحفة جدا جدا يلا نقلب مع بعض كويس قوي لغاية ما الخليط يتجنس تماما وما يبقاش فيه اي تكتلات للدقيقة هكون مجهزة الفرن على درجة حرارة مية وسبعين وكمان مجهزة قالب مقاس 24 او زي ما نشايفين كده مستطيل مقاس 18 مثلا في 25 بالشكل ده هفرت فيها عجيمة الكيك ووزعها كويس هخبط الصينية مرتين ويلا عرف في الوسطاني على درجة حرارة مية وسبعين لغاية ما تستوي استوت وبقت شكلها طحفة بالشكل ده لونها دهب وخطير هعمل فيها فتحات بالليستيكس علشان ابتدي اسأسأها بالحليب هنا بقى كمية الحليب ترجعلك تقدري تحطي مص لتر تقدري تحطي كيلو لربع لبن زي ما انت حابة كمية الحليب في الكيك كل ما حباها غرقانة في الحليب أكتر زودي حليب وقادي فاكرين الخلطة اللي احنا شلنا منها كوباية هبتدي أفردها ده صوص الكرامل هفرده بالشكل ده ده بقى كيس الكرامل اللي بيجي في علبة الكريم كرامل تعالي بينا نفتحه فتحة صغيرة ونعمل خطوط طولية بالشكل ده ونروح عليها ونيجي بالليستيكس علشان تدينا التجزيع الحلوة دي كده خلاص الكيك جاهزة بس تعالوا رياحها شوية في التلاجة عشان نقدمها ساقعة ولذيذة بصوا بقى لما بتيجي تتقطع بتقطع بكل سهولة بتطلع معاكي مظبوطة جدا اهو واو خطيرة نسيت أقولك على حاجة مهمة جدا لما تيجي تسقي الكيكة اسقيها وهي دافية واللبن يكون بارد تمام؟ كمية اللبن اللي هتسقي بيها الكيكة ترجعلك انتي كل ما تحب الكيكة رطبة أكتر اسقيها وحليب أكتر كمان ممكن في التقديم بالشكل ده تحط لها شوية حليب ياه بتبقى فضيعة عايز أقولك وصفة سهلة جدا اه مضمونة جدا جدا ان شاء الله هتجربوها وهتدعو لي ما تنسوش بقى تعملونا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب وانا هسيب لك المأدير كلها تحت الفيديو او في التعليق على الفيسبوك يلا ما تنسوش بقى اللايك ووصلوا الفيديو لتلاتين الف لايك اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة